يُضاعِفُ من سعادتنا وإنه لمن دواء اعتزازنا في المؤسسة أن تكون الفائزة وأن يكون الفائز بجائزة الإبداع المجتمعي هما من سفراء شباب مؤسسة الفكر العربي السابقين يسرُّ مؤسسة الفكر العربي أن تمنح الأستاذ عبد الرحمن علي محمد الزغود من المملكة الأردنية الهاشمية جائزة الإبداع العربي في المجال المجتمعي تقديرًا لمشروعه الخبز من أجل التعليم وهي مبادرة تقوم على جمع فتاة الخبز وإعادة تدويره لبيعه إلى تُجار الأعلاف كغذاءٍ للمواشي واستثمار ثمنه في تأمين منحٍ دراسية للتلامزة في المناطق والأوساط الفقيرة التي يعاني أبناؤها الحرمانة من حقهم في التعليم وفضلًا عن ذلك يُسهم المشروع الذي يتبنَّ المنهجية التشارُكية بين المخابز والمطاعم والمدارس والجامعات وتُجار الأعلاف يُسهم في الحفاظ على البيئة ونشر مفاهيم الالتزام المجتمعي والعمل التطوُّعي وتنمية روح التكافُل والتضامُن فليتفضَّل ليتسلَّم جائزته ترجمة نانسي قنقر بسم الله الرحمن الرحيم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل رئيس مؤسسة الفكر العربي أصحاب السمو والمعالي والسعادة السادة المكرمون الشباب الرياديون أيها الحفل الكريم يُسعدني اليوم أن أقِفَ بين نُخَبٍ من الرُّواد الاجتماعيين والمُفكِّرين العرب وأن أكون أحد الشباب العرب المُشاركين في مسيرة التكامل العربي التي تبنتها مؤسسة الفكر العربي منذ أن أطلقت برنامج سُفراء شباب الفكر العربي حيث كنتُ فيها سفيراً لمدة عامين لقد أسهم برنامج سُفراء شباب الفكر العربي في تبني الفكر الإيجابي للشباب العرب وفي تفعيل دورهم بنشر أهداف مؤسسة الفكر العربي التي تُؤمن بالدور الفاعل والحقيقي للشباب وإنه يُشَرِّفني اليوم الحُصول على الجائزة وعلى هذا التكريم الذي يُشكل حافزاً لإكمال مسيرة في مشروع الخُبز من أجل التعليم الذي أطلقتُه في عام 2013 في دبي حيث أبصر هذا المشروع النور خلال تدريب لسفراء شباب الفكر العربي خلال مؤتمر فكر 12 مشروع الخُبز من أجل التعليم هو مشروعٌ أردني وهو المشروع الأول من نوعه في العالم الذي يهدف إلى إعادة جمع فتاة الخُبز وبقايا الخُبز من المطاعم والمخابز والفنادق وإعادة تجفيفها واستخدامها كأعلافٍ للحيوانات واستثمار العائد المالي من البيع الخُبز بتوفير منحٍ دراسية للطلب المتسرِّبين من التعليم ومن الذين لم يُحالِفهم الحظ في التعليم دورًا على تعزيزهم من خلال المحافظة على البيئة ونشر مفهوم الالتزام المجتمعي والعمل التطوعي وتنمية روح التكافل والتضامن وقد استطاع هذا المشروع في مسيرته العمل الصغيرة المتواضعة بتدريب أكثر من أربعة آلاف متطوع ومتطوع وقد وفَّر هذا المشروع من خلال جمعي أكثرٍ من عشرين ألف طُن خُبزٍ جافٍ في الأردن لخمسمائة طالب بمنحة دراسية استطاعنا أن نؤثر وأن نُغير في حياتهم خلال مسيرتنا في هذه المُبادرة وقبل الختام أودُّ أن أقول بأنَّ من يمتلك مفاتيحاً لعقول الشباب تُفتح له أبواب المُستقبل أُكرِّر شكري وتقديري لمؤسسة الفكر العربي بشخص رئيسها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل حفظه الله ورعاه ولرؤية سموه الحكيمة في تبنيه قضايا ودعم الشباب العرب ونُبارِكُ لكل الفائزين في مؤسسة الفكر العربي وأُؤكِّد مُجدَّداً وها هي مؤسسة الفكر العربي تفتح أبوابها للشباب إسرارًا وإيمانًا من عملهم في هذه الجائزة حفظ الله سموه والحفل الكريم ونُبارِكُ لكل الفائزين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر